هذه اللعطات هي كمان من صالة الوصول وزي ما نشايفين طبعاً دي اللعطات في صالة الوصول والاستعبال وبالتأكيد الإجراءات الخاصة بالخروج إن شاء الله من صالة الوصول هتبقى في خلال دقايق قليلة ختم الباسبرات تأشيرة الدخول والوصول إن شاء الله يعني خلاص في خلال دقايق بالتأكيد من خلال الفيفا والإجراءات اللوجستية هيتم انتهاءها بسرعة لكن عايز أتكلم على فكرة الجماهير إدارة النادي الأهلي قدرت بالحجز على ما يقرب من 15 ألف تسكرة مع اللجنة المنظمة ومع الاتحاد الدولي فيفا وكان على دفعات في دفعة كانت 10 تلاف تسكرة إدارة الأهلي يحصل عليها من الفيفا ويتم عرضها للجماهير من خلال بعض الإنكات المتعلقة بالفيفا مع جماهير النادي الأهلي فقدرت تاخد كوتا كده الوحدة 10 تلاف تسكرة قدرت كمان مع الوقت تستحوز على حوالي 4900 تسكرة فانت تتكلم 15 ألف تسكرة يعني النادي الأهلي قدر يسوها لجماهيره في الفترة السابقة من خلال الفيفا بشكل مباشر ده جانب الجانب الثاني التذاكر ترحت على دفعات في كل دفعة شفنا السينفونية الرائعة من جماهير النادي الأهلي لدرجة كنا بنشوف حتى من بعض السوشيال ميديا والبيتجات جماهيري اتحاد جدد تخش تقولك إلحق التذاكر نزل الجمهور الأهلي خلصها فانت لو بتتكلم على مدار 3-4 دفعات لو جماهير الأهلوية اللي موجودة في المملكة رعبية السعودية حجزت بس حجزت 15 ألف من الخمسة واربعين يبقى انت بتتكلم نص ساعة اللي استاد لجماهير الآلي 30 ألف لذلك النهاردة لو تدخل كده على السوشيال ميديا وتحديدا تويتر لأن الجماهير السعودية دايما تلاقيها أكتف قوي بتظهر قوي وبتكتب ومتفعلة من خلال تويتر الكل بيتكلم على فكرة إيه؟ لما تحضر مباراة الجمعة اللي جاية في حالة أنهم كزموا بكرة يعني أوكلاند سيتي نتمنى لهم يا رب التوفيل للأشقاء في السعودية عايزين نتفرج على دربة عرب كبير جداً بين الأهل والاتحاد لما تحضر المباراة تيجي بالتشيرت الأصفر تيجي بالتشيرت الأصفر لأنهم عارفين أن الجماهير الأهلي في الملعب هتبقى جايب بالتشيرت الأحمر فأنت لو داخل بالزي الخليجي الجميل اللي احنا بنسعد دايماً لما بنشوفه هتلاقي طبعاً الزي الأبيض فمش هيبقى باين الجمهور داخل يشجع التحاد جد ولا جمهور داخل يستمتع بالمباراة ويشجع اللعبة الحلوة لكن الأهلي هتلاقي الأهلوية موجودين بالتشيرت الأهلي فلذلك الدعوات كلها لجماهير التحاد جد عشان يبروزوا وجودهم في الملعب رغم المباراة على أرضهم ووسط جمهورهم وكل حاجة لكن عايزين يدخلوا بالزي التشيرت الأصفر في مواجهة النادي الأهلي فده أنا بقول لكم إن شاء الله بإذن الله جمعة الجاية هيبقى فيه سنفونية في المدرجات وأنا واثق إن ربطة مشجع الأهلي في السعودية والأهلوية اللي جايين من كل مكان لو تبص على ربطة الأهلي في الكويت هتسافر السعودية ربطة الأهلي في السعودية موجودة وهتعمل ترحال وأنا شفت ده على بيجات السوشيال ميديا ربطة الأهلي في الضوحة هتسافر وتحضر المباراة إن شاء الله عشان تشجع الفريق ففيه يعني لحمة جماهرية جميلة جدا من كل الجماهير عشان تحضر بإذن الله مع النادي الأهلي زي ما انتم شايفين على الشاشة دلوقتي هو خلاص يعني الفريق الحمد لله انتهى من كل الإجراءات واللعيبة كلها وهي خارجة بالتأكيد كانت بتحيي طبعا رئيس البحثة المهندس خالد مرتجي وشايفين طبعا الله على الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودي حفلة النادي الأهلي دي الحافلة الرسمية للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والصورة يعني أكبر من أي كلام ممكن يتوصف شعار النادي الأهلي شعار الفيفا كأس البطولة دي الحافلة وده الأوتوبيس زي ما بقول لحضراتكم يعني ده الحافلة الرسمية للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم أنا قلت لحضراتكم الإجراءات مش هتستغر كتير انت بتتكلم في دقايق سريعة والفريق هيخرج بسرعة والاستيبال إذا ما نشافين بقى يعني منتخرج كده على السجادة الحمرة بتلاقي بقى فيه استيبال على الجانب الأيمل والجانب الأيصر وإن شاء الله بإذن الله تكون بداية موفقة لنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية أنا عجبني أول للزي وعجبني اللي ستايل ودايما للنادي الأهلي كده لما أي رحلة بيسافر فيها وبتتفرج على الصور بتلاقي صور كده مبهجة يا رب بإذن الله يعني الرحلة تستكمل كده بخير وتكون فيها نتاج إيجابية ومطش الجمعة اللي جاية ده هو البداية وهو الانطلاقة يعني يا رب بإذن الله إن شاء الله زي ما احنا متعودين كل مرة بنبدأ أول مباراة بتكون فتحة خير ومش فتحة خير على البطولة بس ده فتحة خير على الموسم كله ارجعوا كده للسنين اللي فاتت الأهلي بيبدأ الموسم تقدر تقول فترة إعداد لسه بيبدأ الموسم مش بيسخن كويس قال أقدر الله يمكن السنة دي كان فيه بطولة بطولتين عكس السنين اللي فاتت فدخلنا الموسم واخسرنا بطولتين ولكن بطولة كأس العالم ونا قلتها بكده هتبقى فرصة كبيرة جدا وفيها تحدي كبير جدا من النادي الأهلي عشان الفترة اللي جاية انت هتخلص بطولة ودخل على بطولة وربنا يا وفى يا رب النادي الآلي في الرحلة طبعا البعثة بالكامل موجودة هي ممكن زي ما انت شايفين دي الأقطات برضو بنسترجحها مع حضراتكم انا شايف كمان وفد من السفارة المصرية يمكن السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية كانت حريسة تكون موجودة في استقبال بعثة فريق النادي الآلي في مطر جدة يعني بالتوفي يا رب النادي الآلي في هذه البطولة والحدث طبعا بيفرض نفسه نهاردة الحدث الأهم بالنسبة لنا وخدمة خمس نجوم لازم نقدمها لحضراتكم نستعرض كل اللقطات وكل الكواليس المتعلقة بوصول بعثة فريق النادي الآلي